ما علاقة بقى عام 2022 بفيلم اشعة حب انتاج 1960 علاقة حميمة صميمة السنة دي حصل مهرجان الاسكندرية السينمائي عمل من خلال جمعية النقاد استفتة عن اهم مئة فيلم كوميدي في مصر على مدى تاريخ السينما المصري وتاريخ السينما المصري ده تاريخ عظيم جدا ومجبير قوي وقديم جدا اكتر من مئة سنة سينما وانتاج افلام يربما تجاوز الان خمسة الاف فيلم احنا اساسا فيه الفين فيلم مش هفين ما فيه اصلا شطارف يعني ادي احنا السينما بتاعتنا سينما جانية جدا وعريقة جدا وتاريخية جدا وطلقات الحال عندنا مجموعة من الافلام الكوميدية هائلة وسط عدد الافلام ده احنا سينما رصها برص يعني سينما الايطالية والسينما ممكن سبقا حتى السينما الهندية زمان طبع احنا دلوقتي في اسوأ وضع في الكون بالنسبة كسينما احنا مش بنموت احنا متنا سينما ايا احنا وصلنا لدرجة ان احنا السنة دي عاملين اتنين وعشرين واربعة وعشرين فيلم سنة عشرين وعشرين منهم حوالي اربعة او خمسة منصات والباقي بيتنافسه يعني بين بين طبعا اكيد في افلام كويسة لكن البعض الاخر بيتنافس ما بين الرداءة والوضاعة احنا قصاد حالة تحزن وقوة نعمة منهارة في مصر تعريبا ودولة لا تؤمن بالقوة النعمة وتتصور انه الترفيه والتمثيل والسينما والمزيكة والحاجات دي دي حاجات يعني احنا مش مش وقته او يعني مش من اولوياتنا طبعا يعني ده في سياق انه فيلم افاتار اللي لسه معروف ما فيش اسبوعين في العالم كله قرب بيعدل مليار دولار ده في اطار يعني انه احنا عندنا بعض يعني الانتاجات في مصر والصناعات بالكامل ما جيبش رقم ده فاحنا قصاد السينما العظيمة الرائعة المصرية دي تترجع بل وتموت تأن وتترجع وتموت وله الصاحب بطبيعة الحالية ومع ذلك لما نرجع بقى لمارجان اسكندرية السينمائي والاستفتة الخاص باحسن ميت فيلم كوميدي في مصر حصل الاجماع ما بين النقاط اللي شاركوا في اختيار الاستفتاء لميت فيلم على فيلم على ميت فيلم طبعا لكن فحصل اجماع على فيلم خد رقم واحد بمعنى انه كل من شارك بالاستفتاء اختاروا كان فيلم اشعة حب فبدى وكانه اهم فيلم كوميدي على مدى التاريخ المصري والعجيب الغريب ان الفيلم ده قصته مقتبسة يعني مش قصة مصرية ده قصة فرنساوي مصرحية تحولت الى فيلم ثم احنا اصاد الاستاذ علي الزرقاني بقى عملنا الصياغة بتاعتها السينمائية كسيناريو محوار هو اولاستاذ محمد ابو يوسف وعملونا المشروع الرائع ده مع مخرجنا الكبير فاطين عبدالوهاب طيب ليه شاعة حب احسن فيلم كوميدي مصري وليه يبقى هذا الفيلم اللي عمره اه حتى الان يعني احنا بنتكلم على فيلم سنة ستين عارفين يعني ايه سنة ستين يعني عمره اتنين وستين سنة فيلم عمره اتنين وستين سنة لا يزال حاضرا ناضرا في الزاكرة وفي الوجدان قبل اي حاجة لازم تنتبه الى انه السينما خلود وان الفن عموما للخلود لا يموت لا يفنى تقريبا يعني لو احنا ما زالنا مجهود محدود شوية وتعملنا كل ابطاء هذا الفيلم تقريبا يعني تقريبا كلهم ماتوا كلهم كلهم يعني من المنتج للمخرج لكل العبقرة اللي شاركوا فيه للأدوار الصغيرة للأدوار الكبيرة تقريبا كلهم ماتوا هل الفيلم ماتوا ده ده الفن ده الفن وده اللي انا بقول عليه بقى ده اللي من ضمن ما يمكث في الارض ان حد مات او فيلم معموز ستين من اتنين وستين سنة ممكن تتفرج عليه دلوقتي فيدحكك فيطبطب عليك فيربط على ظهرك طبطب على ظهرك انا حكيا كنت متفرج على السوتكم الامريكاني ده كنت مرجع من الجورنان ويعني من بقى المشاكل الصحفية والسياسية والمش عارف اي وليه وقبل ما نعم ام مشغل خمس ست حلقات كده وربعة ستكم على اساس انه يعني اروح الى منطقة تانية في التفكير اهدى يعني من توطرات اليوم والله انا كنت بدعي للمؤلفين والمخرجين متوى حتى كان بالذات اه اه مستلسل اسمه افري بادي لاو ريمون الجميع يحب ريمون ريمون ده ممثل اهم من ممثل كوميدي تقريبا كان في التسعينيات في السيتكم لدرجة انه كان بياخد مليون دولار في الحلقة وصل لدرجة او مش عف كان بدأ بعشرة اف دولار انتهى لانه بياخد مليون دولار في الحلقة وهو دلوقتي ممثل ممكن تلاقيه في افلام اين بدور سناوي كده كنت بدعي بدعي ادعو الى الله سبحانه وتعالى بانه يعني يمنح الاجر والسواب لصناع هذا العمل تقريبا زي ما يكون يعني طاقم تمريض مع الدكتور النبطش بالليل وبيعالجه مريض بالتوتر او مريض بالقلق شوفوا قد ايه الفن ممكن يعمل ممكن واشا كده بقول لك ارجوك في الضغط اللي احنا في ده حاول تعتمد مشاهدة الافلام الكوميدية سبيلا للترفيع عن نفسك والتخفيف عن نفسك انا عارف طبعا انه في ناس كتير بتلجأ لليوتيوب وتطلع على الحاجات اللي بتضحك وفاهم كويس انه فيه حاجات عالتوك توك تموت من الدحك وكل ده بس الحقيقة ان الحاجات دي كلها واغذة من الواقع بتاعنا يعني اللي عاد بقى بيت تريع على قرار اقتصادي اللي بيسخر من الوضع الحالي بس كل ده مرتبط من الوضع الحالي لتي يا سيئة ده كلام كويس التويتات تهلك بالضحك والبوسطات اللي الشباب بيكتبها والرسالي حالة الفوتوشوب اللي بيعملو responding هذا كل ده ممتاز رائع بس هي خليك اتصان Michael انا ماللي خليك تطفو حاجة كده انتخب انت لزينا تحس أنك انت لو بطرف تعوب يعني او ما بعطرفش حني هنقلح المجرد حلم يعني انك على ظهرك كده على على المية يعني وقاعد مروأ وحاط رجع على رجل على المية برضو وشارت باغك وضربلك الطائية الخوص دي على وشك عشان الشمس ومروأ كده حالة هادية دي بقى الأفلام الكوميديا اللي هي ملهاش الجزور الحياتية دلوقتي دي الكوميديا اللي هي الصوفية اللي ملهاش سياق تاريخي أو سياق زمني أو سياق اقتصادي أو سياسي يزعيك أو يقلمك ويقلم عليك المواجع وانت بتتحق النوع ده من الأفلام والأعمال دي المتغفرة طبعا جملة أفلام اسماعيل ياسين على أفلام زي شعرة حب زي ابن حميد وزي الحاجات الجميلة دي اسماعيل ياسين تحديدا السيد زعاد الإمام لا السيد زعاد الإمام بعض أفلام منه تنطبق عليها الحكاية دي إنما في معظم أفلامه عنده كوميديا الاجتماعية الكوميديا الهادفة أنا لسه قريب كنت متفرج على طيور الظلام ومزهول من عظمة هذا العمل ومن روعته ومن خفة ظله ومن سخريته ومن تحليله السياسي العميق العظيم ومن جرئته وشجعته ومن هامش الحرية الرهيب اللي كان متاح لعرض فيلم زي ده اللي كتابته أصلا فحاجة كده خالدة حاجة إلى يعني من الصعب جدا أن تتكرر فحاجة أقول لك أنه كوميديا كوميديا اللي بقى اللي أنا بقول لك خدها من فاطين عبدالوهام بس خدها من محمد عبدالعزيز يعني وطبعا من أستاذ محمد عبدالعزيز أنا معتبر واحد من تلاميذ العظام للمندرس الأعظم فاطين عبدالوهام وبجموع أفلام من أستاذ محمد عبدالعزيز مع أستاذ عاد الإمام من الأفلام اللي ممكن تنطبق عليها الكوميديا اللي من النوع الكوميديا الصوفية الضافية اللي فيها يعني فكاهة الروح كده اللي فيها طبطبة على النفس اللي فيها قهقاة بريئة اللي فيها تأمل إنساني ما يوديش للوجع والحزن يودي للبهجة وربما للرواءان النموذج البيور للي أنا بقوله النموذج الصافي للي أنا بقوله هو فيلم إشاءة حب انتك ستين ومفهوش عبد الناصر ولا عد على الفيلم بورسعيد سنة ستين احداث الفيلم ومعداتش عليها العدوان السلاسي ولا مقاومة بورسعيد الفيلم بقولك معمول في منطقة الوجدان الصافي